ده جواز من أساسه أصحاب أصحابك أطنعوك إزاي؟ إزاي؟ قالوا لك إيه؟ قالوا لك إزاي ده يبقى حلال ولا إزاي ده يبقى جواز أصلك؟ معادي هو جيب أسبوعك وأسبوعه وهي أسباحها بيعور نفسه وهما الاتنين بيعملوك كده فاللهو كده فكرة إنه هو أتجوز بس طب احكيلي بقى عن تجربتك أنت نفسها ابتدت إزاي ومشيت إزاي؟ تجربتي نفسها أولاً كان في أول امتحان سماية عامة قبل الليل تلنت الامتحان نفسها كان فاضل على الامتحان حوالي ساعتين ونصف ومطبقه ما نمتيش طبعاً مذاكرة وكده فاللهو هكونا قاعدة مع صحابي بنطبق بنذاكر فعايز أنام جسمي وجعني فمش أقدر فالفكرة إنه هي صحابي تديتني خديت برشامة دي هتزبط الدنيا فبرشامة إيه دي؟ قالت لي برشامة عادي وما فيش أقدر ما فيش أي حاجة هتزبط وخدت برشامة عادي ما فيش يعني حاسيت إنه أنا نمت واسحيت اللي هي إيه برشامة إيه ترمضل أنت بعد اللي امتحانت كمان استمرتي بقى ما قدرتش إنك إنتي توقفيها ابتدت معاك عشان المذاكرة؟ بعد كده يعني أنا قلت حوار المذاكرة وبس وبعد المذاكرة اللي هو أنا هبط ما فيش أي حاجة بس هي ابتدت معايا بقى اللي هو استحلتها عادي طيب دخلتي بقى وإنتي بتاخدي الترامدول دخلتي في موضوع الجواز بالدم عرفيني الدخلك أتعاملها إزاي؟ هو أنا مكتنطرش فكرة الجواز بالدم هو أنا جوزتي شفاوي جوزتي شفاوي؟ أوه إزاي جوزتي شفاوي؟ عادي بيقولي قولي جوزتو كنفسي فخلاص أنا كاعدت جوزتو وشهود وكده؟ لا وما فيش شهود؟ نا طب أنت كنت يعارفة أو كان حد أقيل لك أن الجواز ليه شروط؟ لا محدش كان أقيل لك أنا كنت بس فاهمة من فكرة الجواز الجواز ده من صحابي يعني ده اللي اقتنعت بيه بحكيلي أوه كان سحاب من الشلة وعادي واللي هو تعرفنا على بعض كنازة ميل في الأور من نفس الشلة بتاعت البنات اللي كانوا بيدوكي ترامو دور أوه اللي هو كان بياخد معنا دروس أوكي تمام صغير برضو أوه سنوية عاما انتي سمعتي أي حد أقنعك بأن زوجتو كنفسي ده جواز؟ في حد قالك إن ده حلال؟ أوه قالوا لي إن في شيخ قال إن ده حلال؟ يعني زي قاية زي جواز طبيري وإن هو فكرة إن انتي مش عايزة بعد كده بيبير نازم يلمع لي كده مين التلاط؟ ورمع لي كده مين التلاط؟ ليه؟ تخنيقته؟ أه تخنيقته ليه؟ شنوه شاف حياته وأنا شفت حياتي أنا مش شايف حياتي كده بمعنى إي مش شايف حياتك يعني ما انتي ماشية في الموضوع وزي الفل؟ إيش يروح أماكن يعي تعرف على داوي كده فالمعاملة تغيرت فطبعا أنا مش هحب حاجة زي دي أصدق عينه زيغت أه وعرف زيتها الثانية وتجوزهم زوجته كنفسي برضو ولا تجوزهم دم ولا تجوزهم مش خالص؟ لا ما هي مش فرقة سديني؟ أه طيب هو فيه جواز تاني طلع أنا شو تبالي منه يعني يعرفيني يعني هو فيه بالدم وفيه بزوجته كنفسي اللي هو ديره عليه الكبول شوكولاتة يا حلوياتك لما تقولي لي كده إيه قصة الجواز بالشوكولاتة دي زيان؟ هو بيندغها وبعضي أنا برضو باكلها تاني هو بيندغها وبعضي أنتي تكليها يا أصلا لو انتها تغيرتها تسيح هتكليها ازاي؟ دماني لما جربت جمل مجتنعين بحاجة ذاتي وكده تبقى جواز؟ أه أنتوا أكيد بتهزداروا أهو جواز الشوكولاتة والحياة حلوة ومسكرة والله اللي يعيش يا ما يشوف ولما الكبار يطلعوا بتقاليع لازم الصغار يطلعوا بتقاليعهم الخاصة بيهم عشان كده عندما يخطئ الكبار لا نحاسب الصغار لأن القدوة فاسدة على سبيل المثال الأستاذ رقوف عون اللي صحينا من النوم لإنام طلع فتوى لخلع الحجاب بفكرة زواج ملك اليمين يعني اللي عاوزة تقلع الحجاب تطلب من الشخص اللي تتجاوزه يتزوجها ملك يمين وبيستشلها